وزيره الأول عبد الملك سلال رفقة نظيره المالي على إطلاق اسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على نهج وسط العاصمة بماكو بقرار من السلطات المالية وذلك تقديرا واعترافا بجهود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتزامه في المنطقة خاصة من أجل السلم في مالي زيارة الوزير الأول عبد الملك سلال تأتي على همشي أشغال لجنة المشتركة الكبرى لتعاون الجزائرية المالية حيث حاملت هذه الدورة الثاني عشر قول للمرة الأولى من تأسيسها تسمية اللجنة المشتركة الكبرى لتعاون الجزائرية المالية إلى شانية الأمنية الآن وفي إطار محاربة الإرهاب وإثرى كمين محكم ما تمكنت مفرزا للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين اثنين المدغو أبو هارون والذي التحق بالجماعة الإرهابية سنة أربع وتسعين تسعمائة ألف وبالمكن أبو بكر وهذا اليوم في حدود ساعة منتصف اليوم بمنطقة مشتب غولة خمسة كيلومتر جنوب شرق العوانة بالقطاع العملية بجيجل بالنحية العسكرية الخامسة العملية الأمنية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كالشنيكوف وخمس مخازن مملوءة وكمية من الذخيرة وهاتف نقل هذه العملية الأمنية النوعية والتي مكنت من الإطاحة بأحد رؤوس الإرهاب بمنطقتها الشرق الجزائري هي دليل آخر على عزم الجيش الوطني الشعبي في المطاردة والقضاء على ما تبقى من المجرمين في أشان الأمن الآن دائما وفي إطار مكافحة تهريب والجريم المنظمة أحجز عناصر الدرك الوطني يوم أمس بتلبسان بالنحية العسكرية الثانية 434 كيلوغرام من الكيف المعالج كما أوقفت مفرز الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الجمارك بوهران أربع تجار مخدرات ضبطة بحفزتهم 1.2 كيلوغرام من الكوكاين تمكنت عناصر فصيلة الأبحاث لدرك الوطني بالعاصم الجزائر من الإطاحة بعصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تتروح أعمارهم بين 26 و37 سنة مختصة في التهريب الدولي للمركبات وتزوير في الملفات القاعدية وتقليد أختام الدولة في المطبوعات الرسمية وتزوير في وثائق إدارية هذا ومكنت عملية توقيف من حجز مركبة من نوع جاكوار وأخرى من نوع سيتروان وكذلك من نوع بيجو وعلى إثري ذلك تم تقديم الموقفين أمام وكيل الجمهوري على مستوى محكمة شرقا والذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بين عشية وضحها تشهد مختلف المواد الغذائية ارتفاعا دون سابق إنذار كأسعار القهوة والسكر زيادات بعيدة عن كل رقابة هذا قبل تطبيق قانون المالي الجديد مزيد من التفاصيل مع وليد مهاجري وصفوان عيسي عكس ما هو معمول به في البورسات العالمية التي تشير مؤشراتها إلى تراجع أسعار السكر والقهوة قاعدة العرض والطلب غير معمول بها في الجزائر فالاحتكار والمضاربة عنوان للممارسات التجارية كاميرا النهى نزلت للمحلات ووقفت على شكاوي المواطنين من زيادات غير مسبوقة وغير معلنة في سعر البن والسكر المادتين الأكثر استهلاكا من قبل الجزائريين الزيادة زادوها هاللي متفى السكر زادونا 500 في كيلو أكاهم أنا أكتم بيع فيها 8000 فأني أكتم بيع فيها تعالف كان يجيبوهن بويمي كا بويمي دوسو ويمي ترواسو وكان يجيبوهن بويمي كا تصو ويمي سانك نحن نرى ننبيعوهن هنا في ميل نرممونا في ميل سانك نرى ننبيعوهن هنا في ميل باش من هربوش مشتري سكر دوكاوي يقول لك زاد زاد بألف راق وليزاد قدو وشه ما حتشريش لازم تشريه مصح المشكلة هذا مع بيشنا المسؤولين هذا يشوفوا بالليار الحاجة راي غير زادة ما جايش في سكر ولا قهوة ولا حاجات أخرى المشكلة رايزة كل حاجات زاد كل حاجات يترقض غدوة زاد حاجات أخرى هنا بهذا المقهى ساحبه مصدوم من سعر القهوة والسكر ما جعله يتكبد خسائر كبيرة أنا فاهمي نوالي وتموت صباح تلقى سكر تلقى القهوة زادت زادت ألفين فراكتر وامل وقهوة كيف 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 سكر قول قهوة قهوة كانت تدير 52 ولا 56 والسكر كانت 8500 ولا 9500 بزاف حنا نقوله باش ينقصوناه هم غير يزيدوا 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 قولهم ينقصوا شوية ككل سنة وعشية تمرير قانون المالي الجديد يلعب المضاربون على وتار إقرار زياداتهم في تسعيرة المواد الأكثر استهلاكا في غياب آلية الرقبة ولمناقشتي الموضوع سعد باستضافة سيد عدل بالحردة رئيسة لجنة الولائية لتجاري المواد الغذائية بالجملة بالعاصمة أهلا بك سعادل وكذلك سعد باستضافة سيد جمال تاكليش تالأمين العام بنيابة لتجار والحرفيين أهلا بك شكرا على سيد عدل إذن البداية بك سعد كما تبعنا في الموضوع ربما أسعار المواد الغذائية خاصة الواسعة لاستهلاك تجهد ارتفاع من أسبوع إلى آخر ودائما الاتهامات توجه لكم أنتم تجار الجملة لأن تاجر تجزئي يقول ربما ضحية لتجار الجملة هذا أخي الكريم غير صحيح تاجر الجملة هو مجرد وسيط في بيع وشراء المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ما هو ينصنعها وما هو يجيبها من الخارج يعني ما هو يستوردها نعطيك هنا تاجر الجملة السكر في الحقيقة الحالي اليوم أنا نبيعه فيه واحدة وثمانين نشره من المصنع يعني من الشركة سعى وسبعين وعشرة دوره بيعوا واحدة وثمانين هم اللي رغم يطلعوا في الأسعار هذه تعاملات السكر هم اللي ديبوزيتور اللي حطتهم ذلك حطتهم الشركة في الأسواق يعني نحن نحن نشرهم من المصنع ديبوزيتور لازم تروح دوزية مع ديبوزيتور كل المرة اللي فاتت سيد الكريم تكلمنا على هذا الإشكالية قلت لكم من الأسباب ارتفاع مواد الغذائية العامة هو تقسيم السوق الوطنية إلى أجزاء يعني هذين الصناعيين الكبار رجال أعمال كل السوق يحطون فيهم دولي ديبوزيتور يعني نحن نقضي نشره من المصنع الأم نروح ديك فوتو أليهم ربما دائما هناك وسط 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 هو اللي يزيد ربما هامش ربما دينارين أو ثلاث دنانيار نعم السي جمال تكليشت أنت بصفتك الأمين العامبيانية بل تجار الحرفيين لماذا دائما يقولوا بأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع المواد الغذائية يعود لتجار الجو على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم نحن نرى نشوف تجار مواد الغذائية بالجملة ما هم إلا وسطة وكباش الفداء بالنسبة لي نحن نرجعه نشوفه بيديو نازيت يعني نعطيك مثال فقط بيديو نازيت يدير في الأسواق يدير 62 ألف و 63 ألف و 63 ألف و 65 كنا نرجعه التاجر بالجملة يدي فيها دو دينار فايدة يعني دو دينار فايدة ما توفيش حتى الحقوق الشرعية التي أعطيتها لوزارة التجارة هي دي بورسو هامش الربح اللي يجب يديها هو نحن نلقى واش نصيبه نصيبه أنه ستدير سواء الامورتاتور ولا الانديستريال هو اللي رهي يستحوذ على كل يعني كل الاسعار الاسعار نتعى تلك المادة وتبقى إلا ذلك عن الأربح القليلة الصغيرة اللي يتحصل عليها التاجر المواد الغذائية بالجملة والديطير دونك مما توصل هذه المواد إلى المستهلك يعني غالية باهظة الثمن وهنا شكو اللي يرى على الواجهة الواجهة هو التاجر المواد الغذائية بالجملة والتاجر بالتزيئة هما اللي رههم على الواجهة هما اللي رههم بينين للمواطن هما اللي رههم يعني المواطن يشتكي منهم بليه هما اللي رههم يستعوذوا على المبالغ المالية الكبيرة وهي عكس ذلك لكن لو نقارن الأسعار هنا في أسواق الجملة وكذلك في أسواق عند تجار التجزئة بالأسواق الخارجية الأسواق العالمية هناك من يقول بأن الأسواق مثلا ترتفع في أسبوع لكن بعد أسبوع تنخفض لكن هنا في الجزائر تجار الجملة لا يخفضون هذه الأسعار السبب في ذلك هو بطء للسلعة من الخارج باش توصل للمستهلك كين بعض الحالات تضرب ثلاثة شهر ربع شهر ويشروها بالسعر القديم أما في الخارج يعني هما يخدموا كل شي في وقتها تخرج اليوم تديها طلع البترول تهبط البيترول تطلع في كل شي يتمشى معها الحق هناك كين البطء كين ديزين بورتاتور كين يجيب سلعتها وتضرب ثلاثة شهر حتى لو يرجع الهامش الربح انتاعه اللي لازم يديه يلقى روحوا خاسر في الافير بسكوليو كان جات في بلدان واحدة أخرى كان يمبرت ربع مرات خمس مرات تلك الكمية يبيع ويدخل ويخرج دونك سي بورسا كين دي عدم التوازن في الديستريبيسيو إلى امبورتاتيون دي ماتليو ربما بسبب تراجع هامش الربحة عادل للعديد من تجار الجملة في الجزائر وفي العاصمة يعانون من ربما أزمة مالية إن صح القول حتى أن هناك من أعلن الإفلاس أخي الكريم نحن في المرشي ونعرف ماذا رح صاري نعطيك مثل بسيط أو واقع شراء شاحنة من السكر في 500 كيلو غارة 50 كيلو غارة كم القيمة المالية التاحة؟ مئتين مليون يعني نحن نشر شاحنة مقطورة بمئتين مليون سنتين من عند المصنع تعداد تلك المادة باش نخدموها يعني أن دينار أن دينار يعني حتى تخرج لنا مليون في الشاحنة فايدة نحن من هذك المليون حق الخدامين يحبطها تخرج ستمائة سبعمائة آلاف يعني يشوف نخرج لقونتيتي تعضلها باش ندخل مليون وأن دينار أخي الكريم نضطر من السوق أن دينار هما نقارض ما كنتهك الحاجة يتعمل بها أن دينار وعكس ذلك وحينما نرجع للضريبة الجوزافية نلقوا أن التاجر بالجملة يخلص 6% وكين 12% الضريبة تفوق الربح ها مش الربح سيبورسولي اللي تلقى باللي التاجر كل عام يخلص الضريبة من الشيفر دافير دراهم من الملك يعني الدراهم مول خاصة به مش الربح مش الربح من الشيفر دافير دونك عام أبري ينقص من رأس المال بارك الله فيك دونك اللي عام هادت نقص له استبل مية من رأس المال العام الجاي استبل مية العام الجاي باحتر يلقى رأس المال وما كاشورة وما يخفلش سيد الكريم باللي المحلات الباهضة يعني يكلت له رأس المال و العلبة صافحة ربما تحدثت لي قبل قليل سعادل التاجر الجملة والتاجر بصفة عامة ربما كما قال سي جمال أنه يأكل من رأس المال بسبب ارتفاع كذلك أسعار الواقود وكذلك العمال شوف أخي الكريم يعني نحن ما نهضر بصراحة وما نستغبش لدارة جاء أننا نقولوا باللي المسؤوليات دايما تقع لتاجر الجملة المسؤولية اللي حالي يتحملهم الصناعيين الكبار والمستثميرين الكبار لأنهما رجعوا تاجر الجملة خدام خماس عندهم ما ذالوا الآن يحاسبوا بعشرة دورهم حتى وصلوا وفردوا علينا واحد من نظام أخي الكريم كم زافة تجار الجملة استغنوا عن بيع السكر الآن لا يوجد فيه فايدة استغنوا أنا واحد من التجار لا يوجد فيه فاكر نخرج هنا مئتين مليون سنتين في الشاحنة باش ندخل مليون ونحق الخدامين خمسمائة ألف يعني نعطيك مثال بسيط شوف قطاع تجارة السيدالة حانوت صغير فيه مينبا عشرين متر حاطة خمسة خدام يخلصوا ربع ملايين في شهر واحد يدين فان بورثو لأن الدولة الجزائرية نضم نطلل الحقوق تقع الفائدة هامش الربح وما كيش هدي يخدم باطل احنا هدو مع التجار هدو مع الرجال أعمال كبار رجعونا خمسة نخدم معهم بأعشر دور وان دينار ونباق خلقونا نظام يقول لك باللي ما عليش خوية اخدم معنا يعني وصل شيف رضافير تاعة قاله فان مليار في العام ونعطوك بني فيس وصلت خطر لنا واحد من التجار قال لي شيف رضافير تاعة ووصلوا ستين مليار سحر يعطوه له يعطي له 0.5 كأنه شغل يعني در الرهماد لكن سي جمال عندما نستمع للمتابعين للسوق سوق المواد الغذائية يقولون بأن تاجر الجملة هو الذي الآن يسيطر على أسعار المواد الغذائية ويسيطر في بطون جزائري أكسى ذلك أنا أعطيت لك دليل لو كان جاء تاجر أرحم التجار على مستوى الوطن في الأسواق هو التاجر الجملة وتاجر بتجزئ نعطيك مثال تاجر الجملة اللي كان جاي يدي للمرش بين فيسير تاو قانونيا بدون زيد 70 ألف أو 72 ألف باش يدي الربح الهامش تاو القانوني وتاجر اللي دي طاي وكان جاي يدي الهامش الربح تاو يدي فانساك بورسو بدون زيد أقسم بالله غير راح توصل في 85 ألف أو 80 ألف ونعطيك مثال نقوله تاجر نحن رأنا جزائري نقضي عند الناس اللي راهم جيران مكاش فينا اللي ما عندوش كارني دو كريدي عند أندي طاي لو كان جاي لدي طاي جاسا هل طريق كارني دو كريدي بوليسي طوية مكاش أرحم أني نقولك أنا شفت الناس نعرف تيجارها ولكن كان بعض أمور راه خفية هي اللي راه هدت حتى الأسواق الموازية سي بورساكو الدولة الجزائرية عاجزة مع جميع الشركاء الاقتصادي بشي حبسوا هذا السوق الموازي تحدثت لي قبل قليل عادل عن مشاكل يعاني منها تجار الجملة سواء في سوق الصمار وكذلك في القبة في الحراش والذين أعلنوا عن إفلسهم ربما ما هو السبب من جهة نقولوا أن نجه لهم الاتهامات من جهة أنتم كممثلين لتجار الجملة تقولوا لا نحن ضحايا ونحن ربما عندنا مشاكل شوف أخي الكريم بسم الله نعرف تاجر الجملة وما دوره تاجر الجملة هو مجرد واسيط في بيع وشياء المواد للإستهلاك الواسع ما هو يصنحها ما هو ينتجها يكون جهة هو يصنحها يديها مش الربح لأنه السكر أو علبة الزيت تخرج من المصنع يقدر يتكلف هذه علبة الزيت تسقام له يعني ماديا نقول له 40 ألف يقدر حتى 180 ألف ويعطيها تاجر الجملة يعني يرفع الأسعار وما دوره تاجر الجملة هو الضمان وديمومة التموين ضمان وديمومة التموين المواد الغدائية ذات الاستهلاك الواسع إلى تاجر تجزئة في السوق الوطنية مما يسمح في توازن السوق من حيث عرض والطالب وهو مساهم في دفع الخزينة العمومية يعني 120 مليون حتى 120 مليون سنتيم ضرائب حسب قوة نشاطه التجاري وفي امتصاص البطالة ودوره فعال في تحسين المنتوج المحلي ولكن هذا هو الفيصل بيننا وبين بعض أصحاب رجال آمال ومستثمرين إذن عندكم دور فعال في السوق الوطنية نعم 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 بعض المصانع وبعض المستوردين ما يحبوش يبيع سلعات تحوم بلا فاكتور حتى أولو الطروح باش يعطيك الفاطورة يقول لك ندير لك أنا لبري بل فين فراك ولكن في البيع تاون يحسبو لك بـ 15 ألف دونك التاجر يحصل يحير كيفاش يبيعو يبيعو على سبل فاكتور هو مخلي خمسة 14 ألف 13 ألف مدرامو يحسبو على فاكتور ما عندوش لا فاكتور بسومة هذه تفضل أخي الكريم ما هو الفيصل بيننا بين أصحاب هذه المؤسسات الاكتبار هذه الاقتصادية هو رجال أعمال وبعض المستطمئين الخواص هو همهم الواحد الربح على حساب المواطن لا يرعون ظروف المجتمع الجزائري في المناسبة الدينية أو الأزامات همهم الواحد الربح السريع وزيدنا أعطيك تاني حاجة مهمة يعني حتى المنتوج يطرحوا في الأسواق الجزائرية منتوج يعني ما فيش الجودة كم من مؤسسة عملنا ما إحنا تجار كان هروا البرودويت تعم كي بعتوه في المرشي هناك من يقول أنه هناك تحايل تحايل يخوص العديد من المنتوجات سواء الجبن سواء القهوة أو يا أخي أخي الكريم القهوة على بالك يعني لكون يعني يعني نجيبه لأخوه بارا يعني في التحالي القهوة هي مدى خطيرة 25 كيلو غارة يحطها في قنطار طاعة السكر على لأن القهوة الخضرية سيدي 55 كيلو في إطار وفي ظل كل هذه المشاكل التي يتخبط فيها تجار الجملة ما هي الاستراتيجية ربما مستقبل شوف أخي الكريم لننوى الرأي العام الوطني يعني الحمد لله الوزراء السابقون ما عملوا والو يعني المعالي وزير الحال بغتي يعني نأيدوه وندعموه لأنه وضع اللبن الأساسية في تنظيم أسواق الوطنية وخاصة سوق تجارة الجملة الماضي لأي عامة وإن شاء الله يعني الاستراتيجية ليهيدينها هي أن أعطانا إن شاء الله يعني مساحة كبيرة في منطقة بابالي بابالي أنت حجوا عن هذا النقطة بعد قليل دوركم أنتم وربما ما هي الاستراتيجية ما هي الخطة كأمين عام بنيابة التجار الحرفيين ركتشوف التجار الجملة يعني جهة أخرى يوجهولهم الاتهامات يعني يعني أول نحن كاتحاد تجار ودافع عن التجار الغير نزهة واحدة الثانية نحن الاتحاد سوف يعمل على يعني كيفاش يقول نزع جميع الشوائب من التجارة اللي ما هي الشرعية ومراهيش قانونية صحيح وإن كي النقطة يعني مراهيش شرعية ومراهيش قانونية نحبس عندها لازم نصفيوها حتى تولي الأمور كما ينص عليها القانون الجزائري هنما نغمضوش علينا الأمور لمراهيش تمشي سواء سواء هذا هو الاتحاد اللي عام للتجار وحيدهم كما ما نخلوش التجار باش يمارسوا وليزولوا نشاطاتهم بطريقة غير شرعية الآن هناك سوق موحدة ربما قريبا تجمع كل تجار الجملة في بباني نعم إن شاء الله ودى السوق بإذن الله يتجسد في 2017 لأنه قرار من الوزير الأول مع علي سلال ورحنا مع المسؤولين وداروا اللجنة على المشروع المدة الهدية كانت دراسة القطع الأرضية لأنها كانت منطقة أغريكو الفلاحي ولا مصولة وضيتها ويعني نزيدنا حاجة مهمة أن هذا السوق إن شاء الله يجمع قاعد تجار الجملة للمواد الدائية في الجزائر وحتى لبيع الكهرومنزلي لليخفص الضغط على العديد من البلدية وحتى لبيع المنتجات الكهرومنزلي ولما لا حتى المواد البناء وبإذن الله أخي الكريم يعني لو يجسد هذا المشروع نقضيه على حركة إزديحان في العاصمة 40% يعني ماكش شاحنة الخفيف ودد الوزن التاقي تدخل داخل نتجة عمراني كذلك أخي الكريم يعني نضيف من هذا المنبر بهذا احتمال نضيف من هذا المنبر أنه نطلبه من وزارة التجارة وخاصة المعايي الوزير أنه يستبدع استبعاد استبعاد شركة ماقرو لإنشاء أسواق هذه لا تبدناش أسواق لأننا سنقدر نطيحه في نفس المشكل لو تبنينا هذه الشركة ماقرو الأسواق وبنكتولي تكريننا كيف كيف ما دلنا والو نحن ما دلنا تعطينا دفتر الشرور وزارة التجارة نحن التجار لنبني أسواق بأموالينا الخاصة يعني تحت لقابة وزارة التجارة والأسواق كما قدامنا إن شاء الله كلمة أخيرة في ثلاثين ثانية سي جمال الكلمة الأخيرة هو نحن نطلب من السلطات الوطنية والرسمية أنها تتخذ القرارات المناسبة لكي نحبس من هذا الفليون تاعد غلاء الأسعار بطريقة غير شرعية يعني حتى نتمكن الرجوع إلى الأسعار الأصلية للمواد الغذائية وخاصة الكثيرة الاستهلاك شكرا جزيلا لك سيد جمال تكليشة الأمينة العام بنيابة لتجار والحرفيين الجزائريين شكرا لك لجنة الولائية لتجاري المواد الغذائية بالجملة للعاصمة شكرا لك كنتم ضعيفي في تساندق يا أخبار شكرا لك